المعهد الثويدي للعلاقات الدولية الجزائر بالبلد الغارقة في حالة عدم اليقين والمفتوعة للمجهولة وجاء هذا التوصيف الذي قدمته مجموعة تفكيرين بالمعهد في تقرير نشرته المجالة الإلكترونية أوتريكس ماغازينتا التابعة للمعهد وتقول مجموعة التفكير الثويدي أن الجزائر وصلت للطريق المسدود والخطير في هذا التقرير هو الإشارة إلى أن الوضع المحموم والهش في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا قد تكون له على المدى البعيد تدعيات على استقرار المنطقة برمتها وعلى أمن بلدان الاتحاد الأوروبية وأشرت مجموعة التفكير الثويدي إلى مطالب الحراك المستمرة التي تطالب الأوليغارشية العسكرية التي تتولى الحكم بإفساح المجال لحكم جديد حيث لازال مطلب الانتقال من دولة عسكرية إلى دولة مدنية يرتفع في سماء الجزائر رغم كل العنف الذي يقوم به النظام ويقف تقرير مجموعة التفكير الثويدي على الأزمات الكبيرة التي تتخبط فيها الجزائر فإضافة إلى الأزمة السياسية وعودة الحراك توجد أزمة اقتصادية زايدة خلال الأشهر الستة الماضية ووباء كوفيت 13 الذي يعصف بالجزائر في الوقت الذي يعاني نظامها الصحية من انهيار منذ ثنوات طويلة ويشير التقرير إلى حملات القمع التي قادها النظام الجزائرية منذ الصعود تبون حيث حكم نشطاء وصحفيون ومدونون وحكم الطبيبة النساء أمير بوراوي بالسجل لمدة عام في شهر يونيو الماضي وتقول مجموعة التفكير التابعة للمعهد الثويدية للعلاقات الدولية إنه لا أحد يعرف طبيعة المثار الذي سيتجه له الحراك في الأشهر المقبلة والمسألة الجهورية بالنسبة لمستقبل الجزائر ومعرفة ما إذا كان هذا الحراك فيعود بالمدهرات الميدانية عندما يتم رفع القيود وتثالت المجموعة عن طبيعة تصرف النظام الجزائرية في حالة عودة الحراك للميذان وأشارت مجموعة التفكير إلى أنه لحد الآن لا يوجد أي مؤشر يدل على أن الجيش على استعداد لتقديم تناثلات ومقابل ذلك تبين العديد من المؤشرات أن الأذوات التي كان يتوفر عليها النظام في الماضي لاحتواء الاضطرابات الاجتماعية لم تعد ممكن وأن أحد هذه الأذوات التي هي شراء السلم الاجتماعي المعتمدة على توضيف مداخل صادرات النفطة والغاز لم تعد ممكن وتصل مجموعة التفكير الثويدية إلى استنتاجات تنبه بها الأوروبيين خصوصا لتقول أن التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية للجزائر تهم أيضا جيرانيا في شمال إفريقيا ودول الاتحال الأوروبية في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط لذلك تطلب من دول الاتحال الأوروبية تتبع ما يجري من تطورات في الجزائر صفقات الدبابات المدمرة الأخيرة ترفع من قدرات الجيش المغربية وتجعله يتخطى الجزائر وإسبانيا حققت القوات المثلحة المغربية قفزة كبيرة ونوعية وفقا لما كشف عنه موقع جلوبال فاير باور العالمية المختص في دراسة قدرات الجيوش العالمية ووفقا للترتيب الجديد المتعلق بعدد الدبابات المدمرة الحديثة التي تتوفر عليها كل دولة فقد حل المغربية الرثبة الخامس عشر عالميا بعدد آليات يقدر 1443 وحدة وذلك بفضل الصفقات الأخيرة التي عقدتها المملكة مع وزارة الدفاع الأمريكية والتي مكنتها من الحصول على أسطول جديدة من 222 دبابة أبرامز العالية التقنية والتسليحة وحسب المصدر داتفين المغرب تخطى في 2020 عددا من جيرانه وفي مقدمة مالجزائر التي تحتل المركز الرابع والعشرين بما يقارب 880 دبابة وإسبانيا القابعة في الرتبة الثالثة والأربعين بعدد لا يتجاوز 327 دبابة مدمرة كما أنه بث القوى الثانية في إفريقيا بعد مصر والثالثة عربيا بعد مصر والسوريا وفقا لعدة مصادر متطابقة فإن عددا كبيرا من سيرات البوليساريو تتجه نحو المنطقة العازلة بين المغرب وموريثانيا خوفا من الاختناق الاقتصادي في حالة عرقلة حركة المرور بمعبر القرقرات يمكن لسلطات نواكشوتة أن ترد على هذا الاستفزاز بين مساء الجمعة ويومه الثبت الثادث والعشرين شوتنبر 2020 ذكرت عدة وسائل إعلام موريثانية أن هناك تحركات غير مثبوقة لجفة البوليساريو باتجاه الحدود الشمالية لموريثانيا هكذا عنوان موقع الأنباء أنفو الموريثانية وبحث بهذه الوسيلة الإعلامية فإن البوليساريو وضعت خطة تنوي تنفيذها في الأيام المقبلة بهدف منع حركة المرور التجارية بشكل دائم عبر معبر القرقرات الطريقة المستخدمة هي إرثال قافلة من عدة السيارات تحمل أشخاص ينتحلون صفة مدنيين ينظمون اعتصاما على مستوى المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها حوالي ثلاثة كيلومترات وتفصل بين نقطتي الحدود في القرقرات من الجانب المغربية والنقطة الكيلومترية الخمسة والخمسين من الجانب الموريثانية والهدف من إرثاء هؤلاء المبعوثين الخاصين للغاية من الجزائر إلى القرقرات هو المطالبة بإغلاق الحدود المغربية الموريثانية واليوم الثبت أكد موقع موريثاني آخر الوئام أنفو أنه لولا تشجيع ودعم الحكومة الجزائرية التي تتلعب بالبوليثار بهدف وحيد هو مهاجمة مصالح المغرب فإن الجبل انفصالية لم تكن للقيام بمفردها بعمل خطير مثل إغلاق المعبر الذي يربط بين المغرب وموريثانيا وهو عمل يمثل في حد ذاته انتهاكا لوقف إطلاق النار لعام 1991 وتحت عنوان معبر القرقرات متى ستتوقف البوليثاريو عن التلاعب بمصالح موريثانيا هكذا كتب موقع الوئام الموريثانية وقال إذا بدأ أن هذا الفعل يستهدف المغرب فهو في الواقع موجع في المقام الأول ضد المصالح الموريثانية وهكذا فإن اعتماد الثوق الموريثاني على الفواكه والخضروات خاصة المستوردة من المملكة المغربية لا يمكن أن يعرقل بأي حال من الأحوال لأن ذلك يمكن تثير إما على أنه رغبة في زيادة أسعار هذه المنتجات وهو أمر فيمث بشكل خاص المواطنة الموريثانية أو تحدي خطير لسلطات والثيادة والأمن الغذائية الموريثانية ومن تم فهي ضربة قاسية لأن البوليثاريو التي تعمل تحت المدلة الجزائرية تريد بالتالي أن توجه للاقتصاد الموريثاني الذي لا يجني شيئا من شعارات البوليثاريو التي تشكك في مغربية السحراء بحسب ما كتبه موقع الوئام وتشجر الإشارة إلى أنه بالإضافة للوريدات من المغرب التي تسمح لها بتزويد أسواق وخلق العديد من فرص العمل تصدر موريثانيا أيضا عبر المغرب شحنات كبيرة من الأثماك المجمدة إلى الأسواق الأوروبية علاوة على ذلك فإن هذا الترابط الاستراتيجي الذي يربط بين الجارين المغربيين هو الذي يثير حافظة تنائي الجزائر وعصابة تندوف ويرى أن هذا التنائي بوضوح أنه بالنسبة للمجتمع الدولي لا مكان لأي كيان انفصالي على الإطلاق بين المغرب وموريثانيا وقد انعكث هذا بجلاء في قرارات مجلس الأمن الأخيرة التي تؤكد باستمرار أنه لا يوجد حلا لنزاع الصحراء إلا الحل الواقعي وبالتالي التثوية السياسية والأكثر من ذلك أن الأمن والثلمية واستمرارية الحركة التجارية التي تمر عبر معبر القرقرات من خلال المزايا الاقتصادية التي تستفيد منها غالبية دول غرب إفريقيا هي خط أحمر للأمم المتحدة التي يراقبها مراقبو بعتة المينورسو في مواجهة المنع الرسمي الذي فرده عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريث بعدم إرسال مسلح واحد إلى المنطقة العازلة ولا عرقلة الحركة التجارية تحت أي ذريعة عبر معبر القرقرات تحاول البوليسارو هذه المرة أن تلعب آخر أوراقها فيتسعى من خلال إعدادها للخطة اليائثة إلى إعاقة الزخم الناتج عن القرار 24-94 الذي تمنعها الجزائر بشدة من الانخراط فيها بلغت صادرات المغرب من الفواكه للثوق الروسية في النصف الأول من عام 2020 حوالي 1900 طن بعائدات بلغت 13.7 مليون دولار مما يؤكد مكانة المغرب كمزودة رئيسية للفاكهة لروسيا وفقا للمعطيات التي أوردها موقع فريش بلازا وأشار دات المصدر إلى أن المغرب يظل أكبر مورد للعنب البرية لروسيا على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا اتقامت المملكة بتصدير حوالي 1900 طن من هذه الفاكهة إلى البلاد خلال الأشر الثتة الأولى من العام بزيادة قدرها 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وأكثر من 45% من إجمالية المشاريات التي قامت بها روسيا خلال الفترة المذكورة حوالي 4200 طن وجن المغرب 13.7 مليون دولار من هذا العنب أي أقل بقليل من نصف قيمة الواردات الروسية حوالي 30.5 مليون دولار مؤكدا وجوده القوية في قطاع الفاكهة الحمراء الذي يشمل بالإضافة إلى التوت الأزرق التوت والفراولة مع ما يقرب من نصف المساحات المذروعة تعد جهة العرائش منطقة الإنتاج الرئيسية للفواكه الحمراء في المغرب ينتج هذا القطاع حوالي 200 ألف طن من الفاكهة الثانويا تستمد البلاد في المتوسط أكثر من 350 مليون دولار من الثادرات واستطاعت الشركات المغربية زيادة حجم الثادرات من الفواكه والمنتجات الغدائية نحو روسيا بنسبة قاربة 44% مع نهاية الثنة الماضية مقارنة بثنة 2017 وانتقلت القيمة الإجمالية للصادرات الغدائية والزراعية المغربية من 1.7 مليار درهم سنة 2017 إلى ما يناهز 2.4 مليار درهم سنة 2018 بثيادة قدر 7 مليون درهم في ضرف عام واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر